السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الفيديو اذا انا هتكلم عن حاجة ضريفة كده وخفيفة بعد الالتنطرسفورتش والكلام الكثير بتاع يعني ايه انرجي؟ يعني ايه طاقة؟ الطاقة هي قدرة حضرتك على انك تعمل اي حاجة يعني اقولك انا مانيش طاقة زيها يبانا لو عندي طاقة زي تنتي طاقة انا ما عنديش طاقة اتكلم فهي لو انا عندي طاقة اتكلم بني بدي طاقة هي فعلا كده الطاقة هي the ability of the organism to do work لما يكون عندي قدرة ان انا اعمل حاجة يبقى دي طاقة energy is the ability of the organism to do work بالنسبة لي types of energy في جسمي ياما heat energy ياما كل البي لان من اهم اساسيات ان حضرتك تفضل alive and survive ان انا اتحكم في درجة حرارة الجسمي around 37 whatever درجة حرارة الجوية يبقى انا بقسم الانرجي ياما heat energy ياما كل ال other factors بعد كده reactions ال reactions اللي بتحصل في جسمي ياما فاقدة للطاقة ياما مكتسبة للطاقة ياما اكسيروجيانك reaction اكسيروجيانك يعني هتخسط ياما انديروجيانك reaction يعني هتكتسب طاقة وبما ان الطاقة اساسية بجسمي هي the heat بس عاد بسميها باسمي بقول exothermic and endothermic exothermic يعني هتطلع حرارة يعني هتكتسب حرارة يبا تيني امنا يعني ايه ايه بEN مادة ارخوا في الملحة او من الملحة ايه او من الملحة ايه بعض كذا المونات types of reaction either exothermic reaction which are giving energy or losing energy or endothermic reactions which accept or gain energy and as the main type of energy inside my body is heat so we can call it exothermic which lose heat or endothermic which gain heat بعض كذا المونات types of bonds اي انواع البون سلم وغدف ايه compounding انواع البون سلم وغدف ايه compounding هقول ياما low energy bond فقطتها قليلا ياما high energy bond فقطتها كبير علشان اقول على ايه بوند ان البوند ديه تقطها قليلا لما هكسر مول منها هتديني من اثنين لخمسة ايقرال هر مول وديه معظم البوند كيبتايد البوند وهي البوند اللي بين الامينو اساس في البروتين او في البتايد الاستر بوند الجليكوسيليك بوند الاستر بوند الاستر بوند او الجليكوسيليك بوند بتاع الكارفس هتدب اداة كلها low energy bond يعني المكسر مول منها تديني 2 ل 5 كيكا الهي انرجي بوند مش كتير ودري بقول عليهم هاي انرجي لما بيبقوا 6 ل 4 لما اقصرت المول منها يديني 6 ل 14 كيكا كير مول والهي انرجي بوند هم خمسة اربعة منهم فيهم فوسفيت واحدة اول واحدة فوسفيت فتو فوسفيت هي الفايرو فوسفيت اللي هم اثنين فوسفيت مسكين في بعض وده اللي بيحصل في كل ال المترجمات الاتيبي الجيتيبي السيتيبي كل دول يبيقوا فوسفيت 2 فوسفيت فوسفيت 2 فوسفيت is type 1 high energy bond اول فوسفيت 2 carboxylic group لما تكونوا فوسفيت ماسكب كاربوكسيلي group هتديني high energy bond وده احنا خدناه في الكليكالسيس في المركب اسم 1 & 3 5 فوسفو بلثويت كان intermediate فوسفيت غليكولسيس لو حضرتك بشبكة هستأذنك ترجع الفيديو ده اللي غليكولسي يبقى اول تايف من types of high energy bond فوسفيت 2 فوسفيت وهنا ده اللي موجود في كل الكيرنس of energy ATP ctp gtp utp كلهم اللي فيهم عبارة عن فوسفيت الفوسفيت 2 كاربوكسيلي زي المركب بتاع 1 & 3 فوسفيت 2 2 1 1 فوسفيت 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 9 10 9 10 9 10 11 12 13 13 14 15 16 16 16 17 10 15 18 18 21 22 25 25 25 25 أسفايتو كاربوكسيلة، أسفايتو إنود، أسفايتو نايتروجين أو جوانيدو بروب وإثريوستر فونت، وطبعاً لو جيل حضرتك في المتحان إنيمريت حضرتك محتاجة لإكزامات بعد كده لما نقول الـ Levels of ATP generation أنا اتفقت قبل كده إن أنا المال الأساس إن أنا أعمل ATP للإلكترون فورشين تديني كمية كبيرة من كده لكن أنا ممكن أعمل حاجة يسمعه Substrate Level Phospholation كلمة Substrate Level Phospholation Substrate Level يعني هنزل على مستوى Substrate هنزل على مستوى المادة أو المركب وهدور قويها بقى واشوف الـ High Energy Bond وحول أي بوندس من الثانية دي إلى فوسفايتو فوسفايت بتاعة الكوليسيل يعني لقيت أسيطائي لكم إيه أروح ويأخذ الأسيطائي لكم إيه وطي لكم إيه بتاعته وعملها ATP مثلاً يعني الـ One and three by Phosphate D6 زي ما عملت في الجليكولسيس هيخذ الفوسفايتو كاربوكسيلك وحولها إلى فوسفايتو فوسفايت مركب ETB وهكذا يبقى كلمة Substrate Level Phospholation إن أنا هدور جو المركب على أي High Energy Bond غير الفوسفايتو فوسفايت وحولها إلى فوسفايتو فوسفايت بدأ اسمه Substrate Level Phospholation إن أنا عملت فوسفرا للـ ADB أو للـ GDP على مستوى Substrate باستغلال واحدة من High Energy Bonds الثانية اللي موجودة جوه المركب يعني في الفيديو ده احنا تكلمنا عن Energy يعني إيه Energy؟ It's the Appalty of the Organism to the World إيه هي؟ we see about the types of energy يعني مهيت انرجي او مع اخرى It's the types of reaction يعني كسيروجنكا أو إغدوثيرمك ايما انجيروجنك أو إندوثيرمك El types of bonds it's low energy bonds وهي معظم البنز قددين المول بتاعها لما ينقص ردينة 2 إلى 5 حيكال Per moules ويقولنا تريب STRATE ودخلنا الذي قددنا جاء ب wasted example ويقولنا لما ينقصر المول منها بطينة الـ 16 حيكال Per moules ويقولنا أين هي ال Levels of ATP generation ودي ممكن تيجي برضو سؤال المهتحات Substrate Level Fusculation وحددك احبت بدي examples لو حفظت محتاج examples في Substrate Level Fusculation راجع الفيديو بتاج Glycolysis أو Krebs Cycle في خطوتين في Glycolysis بعمل Substrate Level Fusculation وخطوة في Krebs التاني Substrate Level Fusculation وبعد كده عندي Major Source for ATP Generation هو Electron Transport Chain أو Oxidative Fusculation أشوفكم الفيديو الجاي على خير إن شاء الله